حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو أحمد الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطواب للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس والذي نفس بيده ليحزن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل والذي نفس بيده ليأريزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأريز الحية إلى جحرها ترجمة نانسي قنقر